قبل ما ندخل في التفاصيل تعالوا ناخد حضراتكم لملعب التتش يمكن تمرينة الاهلي انتهت من دقايق هي التمرينة الوحيدة واليتيمة الحقيقة والاهلي مبارح طبعا كان اجازة كان راح بعد مباراة المريخ تمرينة النهاردة هي التمرينة الاساسية والتمرينة الوحيدة للفريق قبل مواجهة بيرامدس بكرة خلينا نعرف اخبار التمرينة ونتطمن اكتر على ملف الاصابات مين شارك مين تقلق زميلنا كريم احمد يمكن لسه كان خارج من ملعب التتش بعد انتهاء التمرينة يبقى معينا ويقول لنا اخبار التمرين مساء الخير يا كريم مساء الخير عليك الزميل العزيز احمد برحب بيك في البداية وبرحب طبعا بكل مشاهدين ومتابع قناة الاهلي في كل مكان بالتأكيد مباراة مهمة جدا لفريق النادي الاهلي في ظل ضغط كبير ورهيب الحقيقة للاعبين من بطولة الدور العام للبطولة الافريقية محتاجة مجود الحقيقة ومحتاجة تركيز اكبر كمان من لعبت النادي الاهلي والجهاز الفني لكن هذا قدر لحقيقة لعبت النادي الاهلي مهما كانت تلاحم ومهما كانت الضغطات الصعبات اللي بتقابل فريق النادي الاهلي لكن الامل كبير وهدفنا كبير كالعادة طبعا هو حصولنا طبعا لبطولة الدور العام وهي ايضا كمان الحصول والحفاظ على لقب بطولة الدوري ابطال افريقيا للمرة الثلاثة على التوالي في حدث ان شاء الله بإذن الله ما يقدرش حققه غير للنادي الأهلي بشكل عام طبعا للنادي الأهلي النهاردة وتدريبه وتدريب الوحيد لفريق النادي الأهلي انت عارف زميلي أحمد تدريب وحيد يراحها طبعا 24 ساعة وتدريب وحيد لفريق النادي الأهلي ومنها إلى معسكر مغلق استعدادا لمبارات ومنها ان شاء الله سفر إلى جنوب أفريقيا لمشاركة طبعا في مبارات ماميلي دي سانداونز بطل لجنوب أفريقيا النهاردة طبعا بالتأكيد حالة اللعبين التدريب بشكل عام جهاز الفني كل الأمور دي الحقيقة كانت بالنسبة لبيتسو موسماني كعته طبعا محاضراته الفنية في البداية الأمور الخاصة بفريق بيرامز وممكن الحقيقة بيتسو موسماني شد من اللعبة بشكل كبير جدا على هذا الأمر الفترة اللي جاية مهمة جدا مبارات بيرامز مهمة جدا أيضا كمان ضغط كبير جدا لفريق النادي الأهلي فيارب ان شاء الله بإذن الله التكاتف الكبير اللي شايفينه مع لعابة النادي الأهلي ومع الجهاز الفني ومع التضحيات اللي بنأملها وبنشوفها ان شاء الله في المبارات وفي التدريبات تستمر سواء في مبارات بيرامز ومنها لمبارات سندوز نهاردة يمكن حاجة طمرة بشكل عام ظهر على الشاشة كابتن دياس سيد مدرب المنتخب الوطني اللي كان حاضر تمرنته النهاردة تتكلمني عن أسباب الحضور واقف طبعا هو ظهر دلوقتي مع أفشا ومع هاني أعتقد اللي مدينة ظهره تكلمني كده عن حضور كابتن دياس سيد وكان ايه الهدف منه وعمل ايه مع لعابة النادي الأهلي بالتأكيد طبعا يعني قبل انطلاق الميران كان متواجد طبعا كابتن دياق للسيد متواجد طبعا ممكن سلم على طبعا كل اللاعبين العلاقة الطيبة جدا بالعابة النادي الأهلي ومدربية متخبنة عقل وطنة وتحديدا كمان كابتن دياق كان متواجد طبعا بشكل عام طبعا ومنها الاطمينان على حالة اللاعبين لان انت عارف خلاص المرحلة مهمة جدا الراجل بيحاول انه هو يكون متواجد سواء هنا في النادي الأهلي المتابعة المستمرة والمعتادة زميلي احمد طبعا من الجهاز الفني طبعا الخاص بالمتخبنة الوطني الامور طبعا بالنسبة للنادي الأهلي هو ضغط طبعا اضعش ان انت النهاردة ببص على العيف تدريب النهاردة بالنسبة للجهاز الفني المتخبنة الوطني لان ما فيش مقدرش اقول ان فيك جرعة تدريبية قوية جدا او فيه التحامات او فيه تأسيمة كبيرة جدا لان المجود كبير يعني لسه كنا بنأكد ونقول مباراة برمز غدا انت لسه هتلعب مباراة تانية وهي مباراة السفر الى سانداونز 8 ساعات ده مباراة تانية ومجود اكبر فيمكن النهاردة بشكل عام الراجل كان متواجد بيتابع اللاعبين احاديث طبعا جامعاته سريعا مع بيتسو مسماني كابتن سيد عبدالحفيظ الامر المعتاد الحقيقة للكابتن ديو السيد او ايضا كمان ميستر كيروش طبعا المدير الفني سواء بيكون متواجد في التدريبات او بيتابع لعبة النادي الالي في اي مباراة من بطولة الدوري العام عايز اكد لك زميلي احمد على الجهازية الخاصة طبعا بعدد من لعب النادي الالي اللي يكونه طبعا في التزهر طبعا القائمة الخاصة بيه المباراة عايز اكد لك على جهازية طهر محمد طهر بمكن النهاردة كمان شرف جزء بسيط عنده التواقف الكاحل انه مدرش نقول مؤثر عليه او في اي حاجة لكن هنقدر نقول انه هو متواجد ان شاء الله في مباراة الغد او في قائمة الغد ومنها ان شاء الله يكون متواجد مع بعثة فريق النادي الالي ياسر ابراهيم ايمن اشرف جاهزين بنسبة 100% ان شاء الله متواجدين غدا في القائمة الدفع بهم طبعا هي رؤية فنية لبيتسو مسماني ولكن زي مأكدنا طبعا على بدر بنون اللي بنتمنى له ان شاء الله السلامة خلال الفترة القادمة شهر ونص يعدوا على خير ان شاء الله يعدوا سريعا ونشوفوا من جديد ان شاء الله بدر بنون واحد من اهم اللعاب للنادي الالي يتقلق كان عادة مع فريق النادي الالي يشارك في البطولات يرفع كقوس كعادته طبعا مع فريق النادي الالي لكن بشكل عام الامور طيبة جدا ينقصنا بس التوفيق ان شاء الله سبحانه وتعالى يكون واقف معنا ويكون ايضا كمان محافظ على لعابة النادي الالي لان احنا محتاجين كل العناصر المتواجدة فيه القائمة لان المباراة مهمة جدا ومنها ان شاء الله مباراة سانداونز المباراة الاهم اللي اكيد واخدى زهن واخدى من زهن طبعا الجهاز الفني وزهن اللاعبين لكن ان شاء الله الفصل يكون تام وكبير جدا في بطولة الدورة العام واللي كل حدث نحديث ان شاء الله في البطولة نخلص من بكرة ان شاء الله بإذن الله كان نفتح ملف سانداونز ما اعتقدش ان اللاعبة بتفكر في سانداونز ولا الجهاز الفني خالص دلوقتي كل تركيزهم على المباراة المهمة والصعب بكرة في مواجهة سريعا جدا كريم شفت برضو لقطات النهاردة عمار كان موجود في الملعب يعني آه طبعا جاي بالدعامة وماشي على عكزين نتمنى له السلامة صلاح محسن كمان ظهر في الكادر تكلمني عنهم لاتنين بسرعة عمار الحقيقة ماشي في البرنامج الطبيعي أو البرنامج التقيل الموضوع ليه هنا في القاهرة ويمكن دي تصريحات طبعا خاصة من طبيب النادي الآلي أحمد أبو عبلة صلاح محسن أيضا كمان بيواصل التقيل اللي خاص به يعني إن شاء الله صلاح ممكن تكون عاديوه طبعا أقرب من عمار بشكل كبير جدا لكن البداية واضحة إن هي جيدة جدا مع عمار يا رب إن شاء الله بإذن الله يعود من جديد سريع مع فريق النادي الآلي المهم بس يمكن يمشي بشكل كويس جدا والتزم بالتعليمات ويا رب إن شاء الله يحافظ على العيبة النادي الآلي ومبقاش في أي عدد من الإصابات والقادم يكون أفضل إن شاء الله كريم كل شكر لك طبعا بشكرك شكرا جزيلا زميل عزيز كريم أحمد من ملعب تتش بعد دقيق من انتهاء ميران الأهلي الوحيد والأخير قبل موجة بيرامدس بكرة خلونا نروح لفاصل نرجع نتواصل مع حضراتكم في السادسة بعد الفاصل مباشرة شكرا جزيلا